يعني لو المهندس عادلة اشار له موضوع مارك كلاتنبرج انا مش هاعرض لكم صور الصحف الاوروبية البريطانية بالخصوص لان الحقيقة مسيئة جدا ومشيئة في حق بلدنا انك تلاقي في زاصان والديلي ميل والديلي ميرور والبي بي سي وتيتو السبورت الايطالية كل وطبعا للأسف كتير من الصحف العربية ووكالات الانباء نقلت عن الصحف البريطانية الكبيرة مصر جاية في العنوين وفي العنوين انه الراجل الانجليزي الحكم الدولة السابق الانجليزي مارك كلاتنبرج اضطر للفرار من مصر ليه لانه لم يشعر بالامان تلقى تهديدات واساءات بعد ان وصف سلوكه بالمثلية وانه تزوج زميل صديقا له في القاهرة وقالوا انه اتعرض لهذه الاساءات من ناد الماء ورئيسه وتم تحديده في كبريات الصحف البريطانية وتم تحديد ده وتحطت الصور الى اي مدى يمكن ان نرتكب جريمة السكوت على ده على هذه الافعال اللي ذكرها مارك كلاتنبرج في كل الصحف البريطانية واللي خلت احمد شوبير يقولك لم يبقى الا واجب تلقى العزاء ويقول ابراهيم فايق انه للأسف احنا رايحين لحالة انفجار في الرياضة وانه الموضوع بيتطور من السيء الى الاسوأ اللي عمله مارك كلاتنبرج كان شي قاتل جدا في حق مصر تسمح يا ابراهيم فضل تلاتنبرج انزعج من اتهامه بالمثلية الجرائد في انجلترا اكبر دعاة لحقوق المثليين انزعجت تخيل دي بلد شايفان دي مش جريمة المثلية مش جريمة وانزعجوا من هذا الاتهام احنا كمجتمع احنا كمجتمع لا هو لم يزفر عليها يا سيد بريم عشان تعرف انا اصدق ايه اعني عشان تحكم انا اصدق ايه فما بالك وحنا المجتمع المتحفظ المحافظ اللي يعني مش منزعج لهذه الاتهامات يعني احنا قضينا في كاس العالم ناس بتدفع في حقوق المثليين لكن لما طالهم الاتهام بهذه التهمة انزعجوا منها واحنا مش عارفين ننزعج منها يا سيد ده اللي انا عايز اقوله يا جماعة يا جماعة ما نس ما نتعودش على الخطأ لدرجة ان عننا ما بيتش تشوفه طيب كان الضغط على كلاتنبرج هو قاله الاتحاد الكورة في اجتماعه الاخير معاه وسمعوا منه وقال لهم بيقولوله الاندية بتشتكي قال لهم نادي واحد الشاكوة من نادي واحد انا بتعرض لسب وشتم وا 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 وما حدش بيجيب لي حق اشتكى من ده بشكل واضح في اجتماعه معاه والدرجة انه غضب والمناسبة الاجتماع كان فيه الاساس جمال علام والنائب احمد دياب وتشكيل الرابطة وتشكيل مجلس ادارة الاتحاد كلاتنبرج اشتكى من كل حاجة من رسالة بتجيله على موبايله من سبابه والتهمات وتهديد الى اثاءات بتطال زمته واخلاقه طب درجة ان الراجل بعد ازنك الراجل قال بنتي في لندن منزعجة جدا وبتقول لي هو انت سيبت ماما عشان بتتجوز واحد صاحبك في مصر انتم متخيلين يا جماعة حجم اللي احنا بنرتكبه في حق واحد متعاقد مع الاتحاد المصري لكرة القدم عشان يطلع تتكلم كل الصحف البريطانية علينا ويتكلم راديو منتو كارلو انا اتكلمتكم على الصحف البريطانية وعلى الصحف الايطالية كمان حتى راديو منتو كارلو في فرنسا اكدت ازاعة راديو منتو كارلو الفرنسية ان كلاتنبرج تم التوجيه اتهمات اخلاقية اليه في مصر واجبر على مغادرة البلاد احنا شايفين حجم الجريمة اللي بنرتكبها في حق بلدنا روسيا اليوم بقول لكم للأسر روسيا اليوم قالت اتهام رئيس لجنة الحكام في مصر بإعلاقة شازة جنسيا ومطالب بتدخل عاجل وقالت ان ازمة كبيرة اصيرت في مصر خلال الساعات الماضية بعد رحيل الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصر لكرة القدم عن منصبه بالاتحاد وطلب المحامي المصري المعروف خالد ابو بكر بتدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ونواب البرلمان في هذا الموضوع مشيرا الى ان هذا الامر يمثل خطورة كبيرة على سمعة مصر الرياضية او الدولية في الرياضة ده كتبه فعلا او غرد بيه الاساس خالد ابو بكر بيطالب السيد رئيس الوزراء بالتدخل ده المحكم دولي اه يعني عايش برده كما عايش بمصر انه شايف ان الامور لا خرجت عن الاطار بقول لكم الصحف بقى العين الاميراتية برضو بتشير الى نفس الموضوع جريدة الوطن المصرية مؤتمر عالمي لكلاتنبرج للكشفة عن اسباب استقالاته من لجنة الحكام يعني الرجل ما اكتفاش بالاخبار والتقارير لا فقالت الجريدة الوطن انه ازمة كلاتنبرج مع التحاد الكرة لم تنتهي بعد اذقرر الخبير التحكيم الانجليزي كسر صمته الذي التزم به منذ رحيلة عن مهماته كرئيس للجنة الحكام ويتجه او يعتزم اقامة معتمر صحفي للحديث عن اسباب خروجه من التحاد الكرة بعد سلسلة طويلة من الازمات التي قدته للتقدم باستقالاته من مهمة رئاسة لجنة الحكام في الجبلية وهو ما اشار اليه وليد العطار المدير التنفيذ للتحاد الكرة بالتأكيد على ان الخبير الانجليزي قرر الرحيل دون اخبار اي شخص المسؤول داخل التحاد الكرة بحجة تعرضه للتهديدات لا هي مش بحجة هي الحياة هو الرجل اشتكالك وقال لكم الموبايل بتاعي هو عليه الرسائل اللي بتجيني محدش بادر من الاتحاد باتخاذ خطوات جدة لتطمين الراجل او تهديئته او اشعاره بالامان اكتفينا نقول انه هو مقيم في احد الفنادق الكبيرة في الف غرفة فيها اجانب وكأنه ده كفاية عليه هو الراجل ما كانش بيتكلم على امن البلد والامن مصر بتكلم على تعرضه هو الشخصي لكل هذه التهديدات والمضايقات وحدد مصدر كل حاجة لكن احدا للأسف لم يتحرك اشتركوا في القناة